إيه اللي بيحصل في سوق الدواء؟ هل أزمة الرابط تتحل ولا لا؟ ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي مع ضفنا اللي منورنا في القاهرة اليوم اللي أستاذ محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجماعية الحق في الدواء مساء الخير يا أستاذ محمود مساء النور فنم، أنا منورنا في القاهرة اليوم ضيق لي الأول عايز أعرف المشاهدين إيه هي جماعية الحق في الدواء؟ جماعية الحق في الدواء كان مركز حقوقي تأسس 2007 بغرض الدفاع عن الفئات الأكثر احتياجة للدواء خاصة موضوع الأمراضي الناديرة من هنا بدأت فكرة الجماعية لغاية ما اطلع قانون التضامن الاجتماعي وانضمينا لوزارة التضامن الاجتماعي تحت اسم جماعية الحق في الدواء وما زلنا موجودين لغاية دلوقتي مهمتنا هو يتوفير الدواء بالنسبة للفئات الأكثر احتياجة وعمل خطوط اتصال بينهم وبين وزارة الصحة لتعليل المشاكل الموجودة ما تخنى لفكرة بقى صناعة الدواء ان كل ما كان عندك صناعة قوية ومزدهرة ومستقرة كل ما ده ده عزز فرص الاتاحة بالنسبة للجمهور الشكل اللي حد كنت بيكلم عنه لا يعني دلوقتي اي حد محتاج ده ويقدر يتواصل معاكم اه طبعا بالتأكيد طيب عزيم طب عن طريق ايه يعني برضو فيه رطم تليفون يعني اه ياريت تقوله علشان ده يهم المشاهدين كله اوكي 011 617 0081 011 617 0018 في حالة عدم وجود الدواء او الاصل على الدواء انتم تقدر توفر نقدر نوجه الجمهور اقرب مكان بالظبط ممكن يتعمل معاكم عزيم كويس جدا جدا بس انا عايز اعرف ايه سبب الازمة اصلا اعرف المشاهدين كده لانه هو مرة واحدة لقف وشه ان احنا عندنا ازمة دواء مش لقيين الادوية اللي كانوا بياخدوها ايه السبب بتاع الازمة دي طيب احنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا اولا بشكركم على الاستضافة وتخصيص وقت لمنقشة هذا الموضوع الحياوي انا بنتكلمش عن سلعة هامشية انا بنتكلم عن دواء طبعا خلانا نكلم ان مصر بلد عظيم جدا جدا في صناعة الدواء احنا عارفنا الدواء 1935 اول معمل تركيب ادوية في المنطقة كان 1935 مصر دولة كبيرة جدا جدا في الدواء عندنا بيئة انشائية وصناعية للدواء 172 مصنع ده مش موجود في رقم ضخم جدا جدا معتمد وعندنا حوالي 100 مصنع تحت الاعتماد وعندنا 22 فرع لشركة اجنبية بتشغل في مصر الارقام دي بتقول ترتيب معين مثلا على افريقيا في عدل المصانع التي بتصنع الدواء بالزبط كده وعندنا 11 شركة اقطاع عمال ده غير 1200 شركة شركات تجارية بتصنع لده مصانع اخرى يعني احنا بنكلم عن بيئة صناعية عظيمة جدا 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 تقدر تأمن احتياجات المصريين وهي فعلا تقدر تأمن احتياجات المصريين بنسبة 85% من الأدوية المحلية 85% من الأدوية المحلية من الأدوية المحلية بالزبط كان ما عندنا اه ما عندناش اشكالية في الموضوع دو الدواء مبارح والنهاردة وبكرة مرتبط بالاستراج من الخارج تحديدا الهند والسين المادة الخام المادة الخام 95% من مكونات الدواء المادة الفعالة اللي فيه بالزبط بييجي استراج من الصين من بداية المادة الفعالة لغاية الأحبار اللي بيتم كتابتها على الشرايط دي الاشكالية الحقيقية احنا بنستورد الأحبار بنستورد الحبر اللي بنكتب عليه على النصر من المادة الفعالة لغاية الأحبار تمام دي بداية المشكلة رأس المشكلة التانية ايه ان الدواء مسعر جابري يعني في أزمات تحرير الأفعار والصر طب انا بس عايز اقص هنا يعني معلش احنا دلوقتي المادة الخام او المادة الفعالة انا ادرافها منها ممكن ما تبقاش عندنا فابنستوردها بس يعني ايه الحبر اللي بنكتب به النصر بتاعت الدواء مش عندنا دي تقنيات صناعية كل صناعة دواء بيفضلوا الكلام دا كله لانه ليه علاقة بثبات اللون وثبات المادة الفعالة نفسها كلام دا كله ولكن مع الاسترسال هكلم حضرتك البدائل اللي بقنا نخش فيها مصري غريبة او مصري دولة اللي انفاق الصح بتاعها حسب رقم البنك الدولي في 2022 بيوصل 165 مليار جنيه مصري دا الانفاق على الصحة شوف السوق قد ايه عندنا مبيعات وصلة 4 مليار دولار 2023 يعني احنا دلوقت قدام اكبر سوق موجود في منطقة الشرق الاوسط من يمة الابوات الدوائية اكبر سوق طبعا مالي هو يبقى السوق المملكة العربية السعودية لكن الابوات الدوائية يبقى هو سوق مصر يبقى هي الدولة رقم 2 في افريكا والشرق الاوسط يعني احنا بيتكلم عن صناعة عظيمة جدا لكن هذه الصناعة مصطدمة انها بتيجي استرادة من الخارج وفي نفس الوقت هي مسعارة جبريا بمعنى يعني اللي حصل الهزر الاقتصادية اللي حصل مريب في اسعار الصرف وكده الرز ممكن هاركتين روح تجيب رز وتبيعه 50 وانا بيعه 40 السكر نفس الكرس الدواء لأ الدواء مسعار جبري حاجة اساسية من غيرها الناس هتموت فدي ما ينفعش نلعب اسعارها ولا يجوز تحريك سعره او رفع سعره الا بقرار من السيد رئيس المسعارة هنا الاشكالية الحقيقية انه رئيس الوزراء هو اللي بيحط السعر بتاعت ده بالزبط كده او نرجع من البداية ما انا عندي دخول لمنطقة تحرير اسعار السعر لازم اتقل نفس السؤال المهم جدا جدا هعمل ايه في السلعة المسعارة جبريا اللي هي توقفر ابتش اللي محدش هيقدر يحرك سعرها غيري انا بس وده استضمنا بيها في 2017 مع اول قرار لتحرير اسعار السعر حكومة الدكتور الله يرحمه شريف اسماعين الله يرحمه واضطرت الحكومة انها زاول 3010 صنف دوها بنسب من 30% ل 80% علشان تعدي من الموضوع بس الموضوع ساعتها ما خدش وقت خدها قولي 30 وشهر لكن احنا عايشين في ازمة حقيقية بقالها سانة بالنسبة للمواطن العادي والمريض العادي اللي هو مكتوب له روجيتة ده محتاج انه هو يلف مثلا خمس ست محافظات او على قعوب رجله عشان يجمع هذه الروجيتة وروح السعيف طيب يعني نقول مثلا في الامراض العادية اوكي لكن تعال بقى نتكلم عن الامراض المزمنة او الادوية اللي بنسميها منقذة للحياة ازاي بلد بحجم مصر بيكونت فيها انسولين مغطي كل المحافظات المصرية قبل ما ادخل على الادوية بتاعت الامراض المزمنة انا بس عشان بقى فهمت معاك الدنيا وفهم برضو المشاهدين اه طبعا دلوقتي احنا سعر الدواء ثابت من فترة طويلة من سنة كان تقريبا اخر التسعير كان 2017 شوف الدولار ساعتها كان بي كامل وكان ثابت وقتها من 2017 اه كان ثابت قبله كان 18 جنيه ودلوقتي الدولار بـ 48 زبط كده فصناع الدواء مي اللي بيتحمل التكلفة لا هنا بقى دلوقتي فيه فرق احنا دلوقتي بنستورد المواد الفعالة وبنستورد الحبر بتاع النشرة بتاعة الدواء مي اللي بتحمل الفرق بتاع الدولار ده لا من ساعة ارتفاع اسعار الدولار اللي النهاردة احنا عندنا توقف من كتير جدا جدا من صناع الدواء ان هم يشتروا مادة فعالة من بره بيصنعوها هنا ما دي في الاول شركات تجارية يعني شركات تجارية مهمتها الارباح احنا بقينا نصنع هنا المادة الفعالة لا تصنيع بره انا قصدت ان الفترة اللي فاتت حصل احجام من صناع الدواء عن استيراد المواد الفعالة لان هتسبب لهم في خسار كتير فالحكومة المصرية قدرت تعمل جولة من المفاوضات ثلاث مرات باستساد رئيس الوزارة مع غرفة صناعة الدواء عشان يتكلموا في المطلوب مع مراعاة البعد الاقتصادي بالنسبة للمصريين في ظروف دي ثلاث جولات كانت جولات شقة جدا جدا حقيقي الشركات طبعا على اعتبار انها اماها الارباح في الالف الاخر وعلى فكرة بين خسين كده مفيش شركة الدواء في الازمة دي افلت ولا مصنع الدواء في الازمة دي افلت ما ده سبب اذعة بقى والشركات طبعا تعلن افلسها وخلاص وانا مش عارف اشتغل لان ارباح الدواء في مصر ارباح كبيرة جدا بس فيه ناس كانت ايه متدلعة واخد راحتها او على الاخر فجأة انت قفلت الموضوع حوليها فما بقتش قادرة ايه تبقى زي السابق في المكسب بتاعها يعني انت عايز تفهمني انه فيه شركات ادوية كانت بتكسب جامد قوي دلوقتي هي مش عايزة انها بتكسب قليل الزبط كده بالتأكيد فبالتالي بتعمل ايه بقى؟ مخزنة مثلا الدواء عندك؟ لا مبتنتجهاش من الاساس فحصل الناقص اللي احنا موجودين في دلوقتي حصل الـ 11 اجتماع بين السيد رئيس الوزارة وبين المسئولين في هيئة الدواء المصرية او غرفة صناعة الدواء على مدار التلات اشهر اللي فاتوا بس خلينا يرجعلك تاني لموضوع الادوية المزمنة دي اللي عملت ازعاج شديد جدا جدا ان عندك كم هائل يعني جهاز المركز التابعة والاحصاء بيقول ان 62% 62 مليون ذهبوا للمشتشرات المصرية في 2022 يعني عندك اقبال شديد جدا جدا سواء كنت قعدت ساعة او زرتها مرة واحدة او تم الحاجز جوه لكن فكرة ظاهرة الاقبال على المشتشرات موجودة عندنا مثلا اما موضوع القريب جدا احنا بنتكلم فيه موضوع الانسولي لان فيه 12 مليون مريض مصري عندهم سكر فعدد كبير جدا ناهيك بقى غير الامراض الاخرى طبعا مش عايزة نكلمك على الامراض النادرة زي المرة العضلات فدلوقت ايه اللي بيحصل؟ الهيموحالية تصلب المتعدل الهيموحالية المشتلقية الادوية بتاعت الامراض اللي بطمئة ابتعدها لأ عندنا مأساة حيائية في الموضوع نتيجة التعامل المتأخر مع المشكلة الحيائية احنا بنتكلم عن دواء احنا ممكن نسوه من 13 ساعة عندناش مشكلة لكن في مرضى الصبح يليزم يصحوا اخذوا الابرة الانسولين طبعا او ايغضوا الادوية بتاعتهم وإيه اللي خلاص خش ما في غدود زكر وخلاص إحنا عندنا مئات الألاف من مرضى بالغدة الدراكية ما عندناش من سنة ونص بالزبط الصنف الوحيد في العالم للغدة الدراكية فدي إشكالية حقيقية موجودة في ناس للأسف الشديد المرض تمكن منها بل بالعكس ومش دي مش حالة مزعجة في ناس سوفت لعالم موجود أصناف معينة من الأدوية إحنا ما نتكلم إن ما فيش أدوية لبعض الأورام ما فيش أدوية للأمراض المناعية ما فيش أدوية للهرمونات ما فيش أدوية لحم البحر المتوسط ما فيش أدوية لأطفال السلاسمية ما فيش أدوية لأطفال الهيموفيليا ما فيش أدوية للتصليب المتعجز لا مستورد ولا محلي كل ده مستورد كل ده مستورد اه يعني الثانية واحدة الأنسولين والأدوية تحت الأمراض المزمنة كلها مستوردة الأنسولين المصري بيكفح حوالي 35% ستر رئيس مجلس الوزراء لسه فتح مصنع قريبة فتكرة هي عمل انفراجة اليومين الجايين مصنع مصري في 6 أكتوبة لكن احنا بنحتاج حوالي 65% من الأنسولين نغطي من الخارج لقول الخارجية فيه جالنا برضه سؤال على السوشيال ميديا دلوقتي بيقول انه دول غدة الناس مش لقياه اه ده حيب ملتك بيتكلم بحضرتك ده احنا نتخيل احنا بقاننا 14 شهر ما عندناش حباية أدوية غدة 14 شهر الناس اللي عامل عمليات والناس اللي عندها كانسر غدة ويهي وكلام ده كله طب يعانيه ايه انا مش عاي يعني دلوقتي الحكومة قالت روحوا لصادرات الإسعاف اه وبيوقفوا ساعات طويلة جدا من نمكن من أول النهار لحد آخر هل أصلا موجود صادرات الإسعاف في التوابير اللي احنا بنشوفها دي؟ دول غدة تحديدا مش موجود ولكن اجمالا لكلام حضرتك صادرات الإسعاف في الفترة اللي فاتت مع تحرك الحكومة قدرت تعمل خدمة كويسة جدا جدا ان فيه بعد ما الحكومة بقى تفهم اه بس الناس طالعين ايه؟ يعني الناس بتوقف طويل ما احنا عددنا كبير برضه؟ بالتأكيد بعد ما الشركات طلبت زيادة 5000 صنف ده والحكومة المصرية رفضت زيادة سعر اه زيادة سعر 5000 صنف ده والحكومة المصرية رفضت الكلام ده كله واتفعوا على حوالي 1500 صنف بدأ بعد التحركات الواسعة عن مصر فعلا فيها ازمة حقيقية بدأت مشاكل تتحل موجود دلوقتي حوالي 250 صنف ما كانوش موجودين بيروحوا سيدالات الإسعاف لكن السيدالات الأخرى الثمانين الف سيدالية اللي موجودة يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ مش موجودين فتبص تلاقي السيدالية البسيطة بيروح لها كوتة من الأنسولين ثلاث علم أو أربع علم طيب ما احنا متخيلين يعني جدا أن أي منطقة أو أي شارع أكيد هتلع فيه مريض سكر طبعا أو كام ده كل ثلاث علم ديت كاف مينفل فيه زحام شديد جدا جدا على سيدالات الإسعاف ده غير انها مش مغطية جميع محافظات مصر دي المشكلة دي المشكلة ايه الحل بقى؟ الناس تعمل ايه؟ يعني دلوقتي انت بتقول ان فيه ناس بتموت اه دحي احنا بنقعد مش لقيين الدواء دحي الناس محتاجة دواء الغد مفيش الكلام ده كله اه ايه الحل؟ فيه منظمة قريب من أربعة يام خاصة بالأطفال بتنشد الحكومة المصرية بسرعة توفير أدوية أطفال السلاسامية دول أكتر من 2 مليون طفل موجود في مصر مفيش أدوية ليهم من حوالي 7 شهر ده يبقى يعني لك قد إيه أبعاد المشكلة كبير جدا جدا الحل ان الحكومة المصرية بدأت بدأنا نلف شوية حوالي الأزمة لكن فكرة اختراك الأزمة نفسها محتاجة وقت احنا بنتكلم عن صناعة معقدة جدا جدا يلزمها تكنولوجيا جهيرة بس واضح ان احنا متأخرين في حلها بدأنا انت بتكلمني في ان الموضوع ده من 2017 السعر الجابري فبالتالي احنا دلوقتي فيه كذا تحريك سعر صرفه حصل بالزبط كده فإحنا دلوقتي متأخرين جدا ولو حصل بكرة هنقعد نفس القاعدة ولو حصل بعده برضو هنقعد مفيش ضمانة معينة ان احنا نقول مصر دولة ما فيهاش نقص في الدولة تقول ما احنا ما زلنا بنستورد المادة الفعالة من الخارج ودي اشكالية حتى لو الدولة المصرية أو على فكرة كل دولة المنطقة بيعملوا زينا بس فيه كدرات مالية وفيه أزمات اقتصادية ممكن صناعة الدواء في الأساس دقوا احنا حرقنا سرع الصرف أكتر من مرة فيمكن هو ده أساس الأزمة بس انت من وجهة نظرك بقى الناس اللي مش لاقي الدواء دي كلها هتعمل ايه؟ لأنه دلوقتي احنا دخلنا في حاجات تانية بقى فيه جروبات بتبيع جروبات اونلاين بتبيع الدول فيه سوق سودة للدول فيه بيجز تشتري عليها الدول اللي قرب صلحته تنتهي وطبعا السوق السودة بتحط الـ عالموضوع مصيبة يعني احنا دلوقتي في مصيبة فإيه الحل؟ هل الناس تلجأ للحاجات دي ولا إيه اللي يحصل؟ برضا عايز الحق نفسه اللوقتي لو ما خدتش الحباة الفرنية دي أنا ممكن مايبقاش موجود تانيي يوم هي طبعا المشكلة أدت المجموعة من الأمراض اللي موجودة واقتصاد رسمي وتوقف فبالتالي بيظهر على الجانب الآخر عصابات غش الدواء أو بيع الدواء أزد من التسعيره عشان تمنهج هذه المشكلة لصالح عشان تحقق أرباح فعرفنا قصة الأوفر برايس إنك تروح وإحنا كان لنا سابق في الموضوع ده أن نبلغنا هيئة الدواء وفعلا نزلت على عدد من السلاسل السيدلانية وعملت لهم محاضر شديد فيه طبعا أدوية بتتباع عن طريق الإنترنت فيه أبدوية كلنا مش عارفين الأدوية دي بالزبط إيه لكن خليني في الأول والآخر أحط نفسي مكان المريض أنا هجيب الدواء بتاع إزاي فهلجأ لأي طريقة ما صفحة بتبيع أدوية المشكلة إن أنا إن أنا أشتري دواء غالي المشكلة إن الدواء يكون سليم هي دي بالزبط آه يعني غالي هشتريه بس يعني وانا طالعيني بس هشتريه إنما الفكرة فعلا بقى منطمن إن ده هيعالجني مش هيسبب لي كارسي بالزبط ما يكونش مخشوش تغلالنا للأزمة اللي موجودة حاليا خاصة إن إحنا برضو إيه وزارة الصحة مخدتش بالها وهي بتطلع قرار كده 75 في سنة 23 بصرف صنف واحد من الدواء لأي مواطن رايح المشتشفى يعني أنا رايح المشتشفى العام دخلت المشتشفى الدكتور نظرني شخصني عارف إن أنا عندي كذا كتب لي أربع أدوية أنا روحت الصيدلية لازم أخد صنف واحد وده أدى لتعميك المشكلة في جانب آخر استنى ده قرار من وزارة السعر اه ده قرار 75 لسنة 24 انه له مريض معين راح يكشف المستشفى الوقتي وكتاب له عدد من الأدوية ما يستصرفلوش غير ده واحد اه هو كان مادنين رفع سعر لذكرة المشتشفى 10 جنيه ويجوز رفعها اكتر من مرة يعني انا بكلمك دلوقتي وفيه مستشفى 25 جنيه الدخول بتاعتها زائد صرف صنف واحد دوا فقط من داخل المشتشفى العين ده عمك الازمة شديدة جدا خاصة ان احنا بنتكلم والباقي يعني يتصرف من اي مكان بقى المزارة بقى بتخلم مسئوليتها من موضوعه يتصرف يخرج يشتري من بره يعني احنا بنتكلم في المشتشفيات عامة كان من الممكن ان انا ما تلاقيش الدواف الخاص اروح المشتشفى بتاعتي الملك العام بتاعتي اتلاقي في هالدواف بتاعي ده حق مكتسب لي مش منا ولا منحة من حد وحق كل الحكومات في الدول العالم بتحققوا لمواطنيها لكن المشكلة تعمقت بعد القرار دوت ان بقى عندنا مين اللي بيروح المشتشفى العامة الانسان اللي ما يقدرش يروح حيادة طبية طبعا المشتشفى خاصة او يجيب روجوت الدول طبعا طبعا وعدادهم ضخمة يعني كل اهلين كده كل اهلين كده بتلجئ للمشتشفى العامة ممكن يحصل طارق بالليل وانت تقدر تروح مشتشفى خاصة لكن مفيش حاجة فتحة الا المشتشفى العامة فيجب انك تروح تلقي خدمات بتاعتك موجود خاصة انك دفع ضرائب يعني انت صاحب الخدمة انت اللي ممولها فالأسف شديد ده عمل يعني مش شايف ان الوزارة كانت فكرت في انه عشان غطي العدد بشكل كامل اوفر دوى واحد من ضمن مثلا اربع ادوية هيكتبهم له الدكتور شوف هو فيه فلسفة الايام اللي فاتت ممكن ان اتكلم فيها بعدين فكرة تقليل الانفاق على الصحة سواء بيبيع مشتشفيات او تأجيل مشتشفيات انت شايف ان ده اللي بيحصل اللي حاصل اه او تقليل وجود الاطباء اللي موجوده والفرق الطبية او تقليل صارف الاصناف الدوائية مش ممكن يعني غير منطقي في دولة في العالم ان انا نروح مشتشفى فالدكتور يقول انت عندك برد ولازمناك حقنة ولازمناك شريط ولازمناك كذا وكذا وكذا فروح الصيدلية يروح مجديني صنف واحد طب بقية الاصناف هنعمل ايه بالظبط احنا مصر دولة بلا قانون تأمين صحي واحد وستين في المية عند عداد الشعب المصر عنده تأمين صحي طب الباقي على فدك كريم زي ما هم بالقول دول الفئات الاشد احتياجا تيجي انت تطلع هذا القرار في هذا الوقت فانت عملت مشكلة كبيرة جدا جدا بدون انت ادرك ونفس الوقت احنا بمشوف دلوقتي مساجد بتلم فلوس عن طريق سنديق لشراء قدوية المرضى عندهم شكاوى يوميا تقريبا تدريس مجلس الوزارة تقريبا كل اسبوع عنده اجتماع بخصوص الدواء فتعرف ادي ايه الازمة بقت مسيطرة و ادي ايه كل المسؤولين بقى منزعجين مننا والحقيقة الحكومة المصرية حطت لازمة دي على ح Banks قول لحضرتك I-11 اجتماع في خلال اقل من شهرين دي حاجة ما حصلتش بس دي ان كانت تقول حاجة ان الحكومة متنبهة جدا جدا للموضوع و يحط عينيها ازاي تحلوا بتحاول انها تحلوا كمان ورئيس الوزراء قال إنه هتتحل وقته يعني خلال وقته رايب جدا عايز أعرف منك بقى أنت شايف إيه هيحصل على الأرض علشان الأزمة دي تتحل أولا لازم نحن نفكر بقى يكون عندنا سياسات طويلة الأمد في موضوع الصحة والدواء بناء على إيه؟ نحن عندنا مثلا مليون وتممئة ألف موضوع سنوي فأنت بتزيد فهتكمل الأدوية بتاعتهم أو بتحقق حقوقهم الصحية الزاي لازم تكون عندك سياسة حقيقية في الموضوع ده عشان كل دول العالم بيحصلها على فكرة إذا ما تنقص الدول لكن بتتعامل مع الموضوع بقاليات أكثر خبرة واحترافية لا بس اسمح لي يعني إحنا بنسافر وإحنا عارفين برة بيتعاملوا إزاي معلش إنت هناك لو خدت الروجيتة إنت بتتعامل بالحباية بس في تأمين صحي إنت تخش إنت تخش بتتعامل بالحباية يعني الصيدالي بيصرف لك حباية لو أنت محتاجة لو أنت مش إحنا يعني عندنا المفروض ثقافة ديها الشريط دي بدأت دي محتاجة تغيير ثقافة وتوعية يعني مثلا لو نقول مثلا حاجة مهمة جدا في أدوية زي أدوى الغد في مثيل مصري ليه موجود لكن المرضى مش بيفضلوه والأطباء مش بيكتبوه فدي إشكلية برضو يعني موضوع الأطباء اللي مش بيكتبوه ماشي بس المرضى مش بيفضلوه ليه هل ليه أثار جانبية؟ لا مش ليه أثار جانبية ما أنا بتكلمش على الفعالية أنا بتكلم على درجة الثقة بين المواطن والصنف بناء على كلام الطبيب ليه إن الدوى دوى ثانية واحدة طبوا الأطباء ليه مش بيكتبوه لا مش مش بيكتبوه بقى تسهل الأطباء لكن ده ثقافة مثيل يعني أنا شخصيا أه أنا شخصيا داخل من حوالي ساعتين سيدلية بطلب نقط ما تلاقيتش في طلبة المثيل بتاعها هو الاسم التجاري البراند بس فكرة جنون البراند لكن إنت لو بصيت تلاقي نفس المادة الفعالة هي هي ولكن باسم أخر موجود زي ما أنا عملت ما فيش كذا طب لو سبحت تتيني كذا طب أنا دلوقتي ما ردناش على السؤال بتاع السوشيال ميديا أنا واحد دلوقتي عندي الغد أعمل إيه مفيش دواء إيه؟ الدواء فين؟ ينتظر الصفحة عندكم البرنامج عشان تبشروا بالكلام ده كله لأسف الشديد إحنا بقنا سنة وأربع خمس تشهر ما عندي ناش أدوية للغدى المستوردة نتيجة مشاكل موجودة أي طب إيه الحل؟ يعني بالمنطق ده ما الناس فعلا هتروح تلجأ بقى للحاجات الأونلاين والبيتجز والحاجات دي عشان يشتروا منها دواء الغدى مش موجود بتزبط كده أنا أكلمك على الأوبر برايس اكتشفنا في المحاضر اللي حصل إن فيه أدوية تخيل إنت بـ 800 جنيه بتتباع بـ 1500 جنيه ولازم تدفع عربون قبل ما تاخد الدواء فإنت إما أنا أقول لك المثل ده عليك بقى أنك تتخيل اللي موجود في الضلمة فيه مشكلة كبيرة جدا جدا طبعا أصحاب الأمراض وبالذات الأمراض المزمنة والأطفال ومستلزمتهم يعني لبن الأطفال أنا أقول لحضرتك احكي لي عن لبن الأطفال اللي مش موجود بس عايز أقول لك إن في إطار الحل بين الحكومة والشركات لتخفيف الأزمة إحنا كنا بنتكلم كمجتمع مدني فكرة تحديد الأسعار بقى طرف إحنا ما إحرجين الدواء دلوقتي بسرعة فقلنا طيب ماشي أوكي ما عندناش مشكلة في رفع الأسعار ولكن على الحكومة إنها تراعي أبعاد اقتصادية في إطار حزمة وعينة من الأدوية اللي هي الأدوية هي الأمراض المزمنة يعني ترفعوها بس إيه 20% زيادة لا ده أنا سمع أرقام عالية آه لكن الأدوية ما أنا جاي لحظتك لكن الأدوية اللوكل العادية ممكن ترفع 60% ما فيش مشكلة الشركات الأدوية بتتكلم في زيادة كم في أسعار الدواء 50% وده اللي حصل على فكرة ده اكتشفنا الحكاية دي إن بعد عدد كبير من أدوية الأمراض المزمنة للأسف الشديد من 30% لـ 50% زيادة وده حاجة خارج استطاعت الناس يعني يعني بقى فكرة الحصول على الدواء أو التداوي فكرة صعبة جدا 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 في مصر طيب فأدوية الأمراض المزمنة هتزيد من 30% لـ 50% زادت زادت الأسعار الجديدة اللي أزلعت زادت يعني الـ 250 صنف اللي ظهروا اللي مكنوش موجودين من شهور ظهرت عليهم الأسعار الجديدة بقى الأدوية متوقع هتزيد بنسبة كام بقى الأدوية يعني متوقعش يعني نسب أقل من اللي أنا قلتها إحنا بنتكلم في طرف تا متحفز على الكلام قبل إحنا بنتكلم في طرف فكرة السعر ومشسعر إحنا بلد عندنا أزمة شديدة جدا جدا في توفر الدول لمواطنيها ويجب إن إحنا نشتغل ليل ونهار عشان نوفر إحنا بنتكلم عن دواء إحنا بنتكلم عن حاجة أخرى نقدر نخلي لها بديل أو نستغنى عنها فترة إذا ما كنت بقول لها حذك إحنا بنسوم 11 ساعة لكن الدواء صعب جدا جدا ولبن الأطفال برضه ولبن أطفال خارج تسعيره والحمد لله رب العالمين هو متوافر في أكثر من 2500 منفذ طبع وزارة الصحة اللي هي مراكز الأمومة والطفولة ودي شيء كويس وشيء جيد يعني إن هو بعيد عن الأزمة اللي موجودة حاليا بيتاخد بالي إن الصيدلات دلوقتي بقت بيع منتجات تانية كتير غير الدواء يعني أنا أنا شايف دلوقتي السيدليات العادية كانت طول وقت تبيع منتجات الكوزماتيكس والحاجات اللي هي علاقة بالبشرة والشعر بس الكلام ده بقى مكتسح في السيدليات وكمان المشروبات يعني موضوع المشروبات زاد قوي اللي هو الكراوية على ينسون على مش عارف إيه السيدليات مبقاش فيها هدواء كفاية ده حقيقي طبعا السيدليات ده تدخم بل بالعكس يعني أخاف إن أنا أقولك إن كتير جدا جدا من السيدليات قفل أو بيفكر إنه يقفل نتيجة وجود تدخم حقيقي أنا ما عنديش دواء جايلي بالتالي عند زبون بيخش يسع على الدواء بتاعه بالتالي بيمشي بالسيدليات لما يتلاقيش الدواء طب أنا عوض بإيه كل دوات؟ إن أنا أجيب كوزماتيك زي ما حضرتك بتقول وأجيب أعشاب ونباتات طبية بحيث أنا في الألوة الآخر بدفع إيجار بدفع نور ومية بدفع ضلائب بدفع مرتب للعمل الموجود معايا علي أعباء السيدلي في الألوة الآخرين عندي ترجمة نانسي قنقر